أنا عالمي أنا عالمي يبدو أن الوضع الاجتماعي لحياة كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي وصديقته جورجينا من أهم القضايا التي تجعل الرأي العام ليست في السعودية فقط بل في دول الشرق الأوسط لسيما أن بقاء رونالدو مع صديقته في منزل واحد يخالف التقاليد والعدات العربية لإضافة إلى أنه يخالف القوانين السعودية فكيف يقنن رونالدو أوضاعه في المملكة العربية السعودية؟ أثار انتقال نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر في السعودية إشكالية طرحتها وكالة الأنباء الإسبانية EFE بشأن كيفية سكنه مع حبيبته وأم صغاره الخمسة جورجينا من دون عقد زواج في الدولة الخليجية التي تعتبر قوانينها أن المساكنة جرما وقد بدأ رونالدو البالغ من العمر 37 عاما مغامرته مع كرة القدم العربية ولقي ترحيبا كبيرا بعد التوقيع مع النصر لمدة عامين ونصف العام بقيمة تقدر بـ 200 مليون يورو سنويا حسب صحيفة ماركا الرياضية الإسبانية فقالت الصحيفة إن إقامة النجم البرتغالي وعارضة الأزياء بنفس المنزل من دون زواج قد أثار بعض الجدل في السعودية فتابعت أنه نظرا لأن كريسيان وجورجينا لم يتزوجا بعد فسوف يخالفان القانون من خلال العيش معا في منزل واحد ففي السعودية من غير القانوني العيش تحت صقف واحد من دون زواج ما يزيد من الأسئلة حول كيفية تعامل الدولة الخليجية مع رونالد وجورجينا وفقا لما نقلته صحيفة ماركا الإسبانية وتشير الصحيفة إلى تقرير صادر عن وكالة الأنباء الناطقة بالإسبانية ينقل الرأي المهنية لمحاميين سعوديين يعتقدان أن السلطات سوف تتجاهل المخالفة في هذه القضية فقد ذكرت الوكالة الإسبانية أن جورجينا يمكنها إذا أرادت أن تعيش في الرياض مع النجم البرتغالي حتى لو لم تكن متذوجة وبحسب موقف المحاميين فإنه رغم حظر القوانين السعودية للمساكنة من دون عقد الزواج إلا أن السلطات قد بدأت تغض النظر ولا تلاحق أي شخص بما يتعلق بهذه الجريمة وتطبق هذه القوانين عندما تكون هناك مشكلة أو جريمة مرتبطة بها فحسب وذكر أحد المحاميين أن السلطات السعودية لا تتدخل بالمساكنة بالنسبة للأجانب وفي نوفمبر قال نجم كرة القدم البرتغالي إنه يخطط للارتباط بشكل رسمي من عارضة الأزياء رغم عدم تحديد أي موعد لذلك وقد سبق أن نفت جورجينا أنباء متداولة حول توتر العلاقة مع النجم العالمي كريستيانو رونالدو عبر صور تحدثت فيها عن فخرها باللاعب المنطق الحديثا لصفوف نادي النصر السعودية وكشف تقرير صحفي عن اتجاه المملكة العربية السعودية لتعديل قوانين الزواج للسماح لكريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي وصديقة جورجينا للعيش سويا داخل المملكة ووفقا للحساب الرسمي لترانسفير نيوز لايف والذي أكد على أن المملكة العربية السعودية ستستعد لتعديل قوانين الزواج لاستماح لرونالدو وجورجينا بالعيش مع بعضهما البعض في منزل واحد بشكل قانوني مؤكدا أن قواعد المملكة العربية السعودية تحضر على غير المتزوجين العيش معنا حياة رونالدو ستمثل صداعا كبيرا خلال الفترة القادمة في السعودية لسيما في ظل وجود بعض المواقف الحياتية والتي بدأت منذ أيام حيث اشتكت مواطنة سعودية أنها لا تستطيع الدخول إلى أحد الصيدليات بسبب وجود صديقة رونالدو بالداخل أن الأمن الخاصة بعائلة رونالدو يمنع أي أحد من الدخول فهل لا يتم تقنين وضع رونالدو أم يعلن ارتباطه الرسمي من أم صغاره